وجهزة معنا أرقام مرسيل كولر اللي حققها مع النادي الأهلي في 2023 ده انجازات لا يا ماشي انجازات كولر مع الأهلي الدوري العام وكاس مصر ودوري عبطال أفريقيا والسوبر المصري تلت مرات وبرونزيت كاس عام الأندية لكن احنا عاوزين ممكن تقولها اه 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 لو في علاقته بعدد مباريات الفوز في 2023 وخاصة الربعيات اللي زادت والسلسيات هتلاقي يعني مستر كولر متواجد مع بيب جورديولا ايه عامل انت بتقوله ده ايوه مستر كولر مع النادي الأهلي متواجد على نفس الدرجة مع بيب جورديولا مدرب منشستر سيتي كثالث اكتر مدير فني في العالم في عام 2023 حقق انتصارات دي الصورة اكتر المدربين تحقيقا للفوز في 2023 لويس كاسترو حققها معنا ديين وخيسوس ايضا المدرب اللي هالي الحالي حقق معنا ديين فانار بخشا والي هالي 46 مباراة ويويس كاسترو 51 مباراة وبيب جورديولا ومارسيل كولر اللي اتنين 45 فوز مع النادي الأهلي ونادي منشستر سيتي في المرتبة التالتة من حيث المديرين الفنيين الأكثر تحقيقا للانتصارات في عام 2023 وبيأتي بعدهم كارلو انشلوتي المدير الفني لريال مدريد ب43 انتصار وبنزعل من بعض الاخفاقات بنزعل من بعض التعاقدات احنا سنتنا كان فيها 45 انتصار يا فارس 45 فوز 45 ليلة سعيدة وجامير نادي الأهلي شايف ان ده قليل برده انا سعيد كمان بفكرة مارسي الكولر وانشلوتي لان البعض يا جماعة في الاستفتاء الخاص بأفضل مدرب اللي خدوا كولر بالتصويت الى الآن يعني مرحلة بتاعت التصويت كان كولر فاز فالبعض بقولك يعني هو كولر أفضل من انشلوتي القصة مش كده يعني احنا عندنا وقعة شهيرة جدا لما شنايدر كان هو الأفضل وميسي خدها وقتها وكانت كتير جدا من المرات اللي بيحصل فيها جزء من أجزاء حتى مش الجمهورة أو سامة دا خبراء اللعبة كمدربين وصحفيين كانوا بيميلوا الميسي وكريستان رونالدو فأنت أخي بتصادر على الجمهور بشعوره وراجل في عدد البطولات وفقا للفريق اللي بيدربه وفقا لعدد المباراة الأكثر انتصارا آه ليه أنا ما شوفوش أفضل مدرب في عشرين تاعته عشرين ايه المانع من ده هو أنت مش بتقيم مسيرة كولر مقارنة بمسيرة أنشلوتي مع التقدير طبعا لمسيرة كولر وعشان كده كولر وورك راكي بعيدة عن كولر وأنشلوتي يا فارس وورك راكي الموديد الفني المنطقة المغرب بالإنجاز اللي عملوا في التواجه معك حقا ده ما يصنفوش إنه هو من أفضل المدربين في 2023 طبعا عشان كده الناس مش فهمة فكرة التصويت وبعيدا عن التصويت وكولر كان من أفضل المدربين فعلا على مستوى العالم في 2023 بالأرقام والإنجازات مش حتى فكرة تصويت جمهور وكان كولر وأنا بقول لكم ده كان سعيد جدا 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 بتصويت الجمهور وكان سعيد قبل مباراة السوبر باللمسة دي من الجمهور والرسالة دي من الجمهور وكانت فرق معايا جدا وشفتوها في احتفالاته